بريطانيا تنشئ جيشا إلكترونيا لمواجهة روسيا الهجمات الإلكترونية اللي موجودة في دول كتيرة جدا دلوقتي بقت حديث العالم واهتمام العالم يترى مين اللي بيعمل هجمات إلكترونية يترى هتصل إلى أين البعض بيقول إنها ممكن تكون بعد كده على مفاعلات ناوية وممكن تؤدي إلى كوارث كبرى في العالم الاتجاه الغربي الآن تحميل روسيا المسئولية في الهجمات الإلكترونية التي حدثت مؤخرا مثلا في أمريكا هجمات إلكترونية على الحزب الديمقراطي هجمات إلكترونية في انتخابات 2016 انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 في فرنسا فرنسا بتقول إن حصل هجمات إلكترونية على قمر صناعي عسكري هذا القمر هو إيطالي فرنسي إنما تم اعتراضه وتم الهجوم عليه إلكترونيا بالنسبة لألمانيا بتقول في هجمات إلكترونية حصلت على البرلمان الألماني وعلى وزارة الدفاع الألمانية وعلى وزارة الخارجية الألمانية هنا بقى مستوى عالي جدا كلم هجمات إلكترونية على وزارة الدفاع وزارة الخارجية البرلمان الألماني قبل كدنا نتكلم في فرنسا على أمر عسكري وهذا القمر العسكري إيطالي فرنسي ومع ذلك تم التجسس عليه وتم الهجوم عليه إلكترونيا وإعتراض عمله هولندا هولندا بتقول إن روسيا وراءة إن فيه هجمات إلكترونية على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيموية نيجي لكندا كندا بتقول إن وقت موضوع الكلام الإعلامي عن إن لاعبين أو رياضيين روس استخدموا منشطات فكندا بتقول إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تم الهجوم عليها إلكترونيا نيجي لبريطانيا إن موضوع البريكزيت نفسه التصريط على خروج بريطاني الاتحاد الأوروبي فيه كلام إنه كان فيه حرب إلكترونية من روسيا لدفع الناس للخروج من الاتحاد الأوروبي يزال لو إحنا أوجزنا أمريكا الحزب الديموقراطي انتخابة 2016 فرنسا قمر عسكري ألمانيا برلمان دفاع خارجية هولندا من نظمة حظ الأسلحة الكيموية كندا الوكالة الخاصة من مجافحة نشطات اللي هي العالمية بريطانيا البريكزيت كل هذه الهجمات من أمريكا إلى بريطانيا من ألمانيا إلى هولندا من فرنسا إلى دول أخرى كل هذه الاتهامات تتجه إلى دولة واحدة هي روسيا روسيا تنفي إنما الغرب بدأ يتعامل إن في حرب إلكترونية هذا الأسبوع بريطانيا قررت أنها تنشئ جيش إلكتروني من ألفين موظف هيشتغلوا طول الوعد في إطار مكافحة أي هجمات إلكترونية أو الهجوم الإلكتروني المضاد القيام بهجمات إلكترونية مضادة إذن لدينا جديد ضمن الحرب الإلكترونية العالمية بريطانيا تنشئ جيشا إلكترونيا من ألفين موظف لمواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية عليها ترجمة نانسي قنقر